أحبتي في المسيح أرحب بكم في قضية جديدة من قضايانا وقضية اليوم مهمة جدا وهي الحسد أقرب مثال على ظاهرة الحسد تلاقيها لمن واحد على سبيل المثال يفتح مخسل عند الجامعة مثلا وينجح ويدخل عليه آلاف ريالات باليوم بعد شوية تلاقي خمسين واحد يفتح جنبه لكنهم يفشلون وينضرون ويضرون الثانين ليش هذا الظاهر عندنا لأن الذي يسوي كده يكسر وصية من الوصائل العشرة وهي وصية لا تحسد الآية تقول لا تشتهي امرأة قريبك ولا تشتهي بيت قريبك ولا حقله يعني دكانته أو مصدر رزقه ولا عبده ولا أمده ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك هذا بالسفر التثنية الاصحاح خمسة اللي آية واحد وعشرين طبعا المسلمين يقولون عندهم المعوذات اللي تحميهم من الحسد والسحر وغيره أشجعك روح لإدارة المرور اليوم أو ورشات السمكرة والبوية وتسأل الناس اللي يسووا حوادث هل أنت قريب المعوذات يوم ما سويت الحادث؟ معظمهم يقول لك نعم ويمكن أنت واحد منهم ولكن كلنا نعرف أن المعوذات لا تسمن ولا تغني من جوع حتى بالمسيحية لكن علشان تتجنب الحوادث عليك الالتزام بقوانين السر وعمل التأمين فقط لكي تصلح سيارتك في حال صار حادث وكان بسبب خطأ الغير طيب السؤال هو هل المسيح يحسد؟ طبعا الجواب واضح المسيح الحقيقي اللي يحب الناس وينظر لهم بعيون الله ما يحسد المحبة تتأنتنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ كورنسوس الأولى 13 آية 4 طيب من جهة أخرى المسيح الحقيقي ما يحتاج أصلا للحسد المسيح الحقيقي كل ما عليه فعله هو أن يطلب من الله اسمع هذه الآية إلى الآن أنتم لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا لكي يكون فرحكم كاملا يحنى 16 24 صلاتي أن الكل يقبل اليوم للمسيح ويكون من اليوم وصاعد نطلب كل شيء من المسيح فقط ويكون فرحكم كامل بالمسيح يسوع الناصري اللي هو مصدر الفرح الأساسي للجميع قولوا معي آمين ترجمة نانسي قنقر